أظهرت أرقام مشروع الموازنة العامة لسنة 2018 أن فوائد الدين الداخلي تشكل 66.3% من إجمال فوائد الدين العام المقدر بينما تشكل الفوائد الخارجية بنسبة 33.6% حيث توقعت الحكومة ارتفاع فوائد الدين العام في العام 2018 إلى مليار وعشرين مليون دينار في حين أعادت تقديره للعام 2017 بنحو 950 مليون دينار أي بارتفاع نسبته 7% وهو أحد الأسباب الذي أرجعت الحكومة إليه ارتفاع النفقات العامة الأرقام الأولية أظهرت أن الفوائد الداخلية بلغت نحو 676 مليون دينار في مشروع موازنة 2018 مسجلة تراجعا بنسبة 4% مقارنة مع المعاد تقديره للعام 2017 فيما ارتفعت الفوائد الخارجية للدين إلى نحو 344 مليون دينار أي ما نسبته 42% الفوائد الداخلية للدين العام المقدرة العام 2018 الجزء الأكبر منها على سندات الخزينة بقيمة نحو 620 مليون دينار ثم على أذونات الخزينة بقيمة 30 مليون دينار والجزء الآخر على فوائد محلية أخرى بقيمة 26 مليون دينار أما فوائد الدين الخارجية الجزء الأكبر منها على سندات جلوبال الأجنبية بقيمة 176 مليون دينار وعلى سندات محلية بالدولار بلغت 41 مليون دينار والبنك الدولي بقيمة نحو 30 مليون دينار وعلى الديون الفرنسية بقيمة نحو 13 مليون دينار وعلى الديون اليابانية بقيمة 12 مليون دينار